جو تيتشر تعليم بلا قيود الله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا طلاب الصناعي جيل 2006 حياكم الله وبياكم معكم مستاذ بهائد جريري مدرس مادة الرياضيات الصناعي اخوانا انا حكت لكم في فيديو سابق حكت لكم من قبل انه انتم الصناعي اولوية واهمية عندي وبيان على هذا الشيء انا صراحة حددت وقررت اني لازم امشي معكم خطوة بخطوة من بداية التوجيه الى نهايته باذن الله سبحانه وتعالى يعطيكم العافية طبعا اخوان احنا عارفين موادنا مواد الصناعي هي تسع مواد مواد تخصص ومواد اختيارية ورياضيات وفيزية طبعا هلا انت كطالب صناعي اكيد بك تكون صاحي وواعي انت وين عشان هيك انا معك عشان اواعيك واصحيك اكثر كيف حبيب في عندي نسب في المعدل المعدل ميزي ما اخذ نصف خامس وسادس وسابع انه اجمع العلامات واقسمها عاددها وخلص لا بطل هيك المعدل المعدل اتغير شوي كيف صار المعدل من حسب حبيب في كل مادة من موادك لها وزن يعني العلم الو 20% وزنه الرسم والادارة واحدة منهم 20% رياضيات فيزية 20% عربي 10 اجمعهم كلهم بطلعوا 100 صديقي حيك بنحسب معدل كمية طب كيف تنحسب انا عايش اركز طب عادي اذا انا نفس الشي بدرس انا بكل الحالات لا 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 خلانا نكونوا شوي صحيح فنفرض شخص جاب علامة سكر الدين مثلا التربية الاسلامية جابها 200 من 200 وبالرياضيات جاب 180 وشخص تاني جاب العكس بالرياضيات 200 وبالدين 180 شو بتقولي نفس الشي لا مش نفس الشي يا صديقي مش نفس الشي ابدا شو الفرق الفرق انه انا عندي الرياضيات وزنها 20 بالمية الدين وزنها 10 بالمية فقط شو يعني 10 بالمية يعني كل علامتين بعشر اما الرياضيات كل علامة بعشر بفرق مع الوضع كثير تعال نشوف بداية شو المواد انت تاعتك موادك علم مواد تخصص علم رسم ادارة هذول الثلاث مواد ركزت عليهم شوي وتحديدا للعلم شباب العلم لا تستهين في العلم علمك صعب علمك سهل احنا نجار علم سهل احنا ايه كهرباء علم صعب صديقي اهم مادة ما بيتفرط فيها ابدا هي العلم ليه طرى المواد الد الثانية نفقيلة لها بدائل شو يعني بدائل بس العلم ما انه بديل علم بمثل 20% من علامتك 20% من علامة إيش علم طيب نجعل رسم والإدارة 20% يعني كل واحدة 20 لا حبيب مش كل واحدة 20 عندك رسم وعندك إدارة طبعا خاوة بدك تنجح بالثنتين مش بكيفي ولا بكيفك طيب شو الإشي اللي أنا مخير فيه أني اللي أجيبها أعلى يعني مثلا عندي رسم وعلم العلامتها أعلى هي اللي بتدخل في المعدل والثنية تحذف ولكنك قدمتها لكن لازم تنجح بالثنتين حبيب ركز رسم وإدارة وزنهم 20 مثلا أنا جبت بالرسم على سبيل المثال جبت من 200 جبت 150 وبالإدارة جبت 180 و150 بعمل حاله مش شيفها بعمل حاله أهبل خلص ما بيشوف 150 شو بيشوف شوف 180 تدخل عندك في المعدل حسبة 180 هاي يعني لو جبت في الرسم مثلا 100 من 200 يا سمح الله وفي الإدارة 200 إنسى المية بيحسب لك 200 من 200 شيء رائع صراحة هاي ميزات رائعة لطلاب الصناعي خلنستغلها إخوان خلنننتبه عاي الشغلات طام عندي رياضيات وفيزية آه هاي لوحوش طبعا واضح ووحشين ضاريين دير بالك منهم طبعا إخوان لا وحشين ولا شيء هاي السمعة خاطئة أنطلعينها لهم إحنا إن شاء الله معنا الأمور كثير أحسن وكثير أجمل وكثير أسهل رياضيات فيزية فالنفرة تجيب برياضيات 200 إن شاء الله بتجيبها آه بتجيبها 200 شو يعني الفيزية بت 190 بتجيبها ورضو بتجيبها إخوان إرادتك قوتك همتك كيف بتجيب لك وإن شاء الله هاي بدايات صادقة دائما والبداية الصادقة بتنتهي نهاية صادقة يا إخوان تمام الميتين الميتين بيحسب لك إياها 190 بيحسبها شو تخيل قال بيش حسب 190 آه يا حبيبي لازم يكون طموحك زي هيك أنا هدفي لعلامة الكاملة إذا ما جيبت علامة كاملة بيجيب علامة عالية بيجيب علامة تفرح أهلي علامة تفرحني علامة توصني لأهداف في الحياة تمام نيجي عرياضي فيزية حكينا بحسب لي الأعلى آه العربي إنجليزي تاريخ إسلامية ما بقول لك مش مهمات مهمات توجيه أهم سنة في حياتك تقدرش لكن حبيب العربي نسبتها 10% الإنجليزي 10% التاريخ 10% الإسلامية 10% قداش هذول يعني هذول مجموه هم يلا الناس الشطرين بيع في يحسبوا آه أحسن تمعلم مجموه 10 و 10 و 10 40 هذول صح 40% هذول قداش 60% يعني هذول الشق الفوق هذا ضعف الشق التحت بدهم اهتمام صديق عشان هيك انتبعها المقطة شي يعني 10% طيب هذول تقولي يا زمان شو يعني 10% مش فاهم 10% معناها انه انت تأثير العلامة في العربي نص تأثير العلامة في العلم يعني مثلا انا رأى علي في العلم ثمن علامات رأى علي في العربي ثمن علامات هل الثمن علامات العربي زي ثمن علامات العلم لا حبيبي تهرف انه اذا رأى عليك اربع علامات في العربي عفوا اذا رأى عليك اربع علامات في العلم زيك انه رأى عليك في فرق انتبه صديقي كثير مهم هاي النقاط علم حكيت لك لا يضيع ما إلو بديل أبدا مهما دورت عبدية مش هتلاقي بديل للعلم رسموا إدارة وحدة منهم شد حالك بوحدة وإضمن نجاح بالثانية وجيب علامة عالية ويا حب ذا تفلل بالثنتين رياضيات وفيزية الوحوش اللي انت بتخاف منها مش وحوش والله والله مهي وحوش رياضيات متابعة كويسة رح تشوفه 2005 ان شاء الله كيف رح يزبطه بتشوف انت رح تكون زي 2005 واحسن كمان الفيزية صديقي كلها مواد عادية انت موادك مخففة كمان انا ان شاء الله في فيديو اخر رح اطلع اشرح لك شو مادة الرياضيات بالزبط شو اللي بصير فيها شو الاختصار اللي فيها شو الراحل مريحيتك مادة الرياضيات اياها طبعا مادة قوية مادة بدها استعداد مادة بدها دراسة مادة بدها تحضير جيد لكن ما بننكر ان رياضياتك هي تفاحة شو يعني تفاحة انا بطلق رمزة تفاحة على الشيء اللي لما يتاكل سهل اكله او الشيء المفيد او الشيء الجميل تمام هذا كان معلم موادك هاي موادك طيب شو اعمل شو مطلب مني الهمة تكون عالية من العطلة ابلش ما بلش من العطلة من الدوام ابلش المهم لما ابلش ابلش بقوة صديقي قليل دائم خير من كثير منقطع حافظ عن نظام بلش بحياتك بنظام ابدأ من الصبح انا دائما بقول نفس الكلمة ساعة لدراس الصبح والله عن اكثر من ساعتين لدراسة لنسل ليه الفجر انت درجرب تحفظ الفجر مثلا والله حفظ الفجر ما في زي انا واحد من الناس فقافة عامة انا كانت تاريخ الاردن كانت ايامي فقافة عامة والله خمسين من خمسين كانت من خمسين والله ما ادراس الفجر انتبه يا صديقي ادراس الفجر كثير مهمة موادك هاي كلها بدها استعداد بهمتك وضميرك يا اخوان ان شاء الله يا رب نشوفكم احسن بكثير مما انا شفت كثير اجيال قبل نتمنى الله سبحانه وتعالى انه يثبتكم على دراستكم ويقويكم وينجحكم ويوفقكم ويعطيكم اكثر ما تتمنوا دائما هذه الدعوة جميلة قول يا رب اعطيني اكثر مما انا بتمنى اعطيكم العافية حبيبنا جيل 2006 كان معكم الأستاذ بهاي الجريري من منصة جيوتي